أم اللول، الكنية الأكثر انتشاراً في الساعات الأخيرة بين منصات التواصل الاجتماعي العراقية يعرف هذا الاسم جيداً في حسابات تيك تاك لدى متابعين يبحثون عن محتوى هابط بحسب منتقد ناشطون وبقرار الحبس البسيط لمدة أربعة شهور تمكث أم اللول الآن خلف القطبان بتهمة المحتوى الهابط أم اللول واسمها الحقيقي روهان علي كانت تعمل راقصة في نواد وحفلات إلا أنها وبعد أن اتبعت نشر محتوى غنائي وراقص عبر حساب تيك تاك باتت أكثر جدلاً في الشارع العراقي سيما بعد أن جاءت ردود فعل غاضبة لمنشوراتها ودعوات من كثيرين بتقييد حساباتها وأثارت المدعوة جدلاً وغضباً في منصات التواصل حول ما إذا كان صحيحاً أنها حصلت على جواز سفر دولوماسي أم لا لتنفي وزارة الداخلية ما نشر من أنباء عبر منصات التواصل حول إصدار أي جواز دبلوماسي لأم اللول الوزارة أكدت عدم وصول أي موافقة من الخارجية فيما دعت إلى توخي الحذر في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية القضية التي ينشغل الشارع العراقي بها في الأوينة الأخيرة والمتعلقة بضبط المحتوى ومحاسبة صناع المحتوى الهابط تترافق مع جدل منح جوازات سفر دبلوماسية لغير دبلوماسيين والتي وصل عددها بحسب مراقبين إلى الألاف وهو ما عملت لجنة الدفاع النيابية عليه بإجراء تعديل على قانون منح تلك الجوازات وحصرها بفئات محددة لتلافي هكذا مشكلات أما أم اللول فهي وجه جديد في قائمة الأشخاص الذين تحركت لهم الداخلية عبر قرارات عقوبات لتأثيرهم السلبي على الفئات الشبابية ونشر ما يخدش الحياء العام ترجمة نانسي قنقر